اشتركوا في القناة قبل احداث 11 سبتمبر كان الهجوم على الاسلام مختلف عن بعد احداث 11 سبتمبر قبل احداث 11 سبتمبر كان الهجوم على المسلمين لكن مش على الاسلام يعني كانوا يقولوا المسلمين مش فاهمين دينهم فبيعملوا حاجات غلط بعد احداث 11 سبتمبر بقى فيه نوع من انواع البجاحة وبقوا يهجموا الاسلام يهجموا القرآن يهجموا الرسول عيزة السلام ويقولوا المسلمين المسالمين الكويسين اللي عايشين معاكم دول دول كويسين لنهم مش فاهمين الاسلام انا في احدى المحاضرات في احدى الجامعات الامريكية بعد ما خلصت واحد وقف ورمى الشبهة دي قال لك ازاي النبي بتاعكم يخرج مع الصحابة ويقطعوا الطريق على قافلة هو ده مش عمل من الاعمال الاجرامية الشنيعة انا عايز اقول انه الامانات لها وضع خاص جدا في الاسلام واعادة الامانات الى الها لوضع خاص جدا في الاسلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالصادق الامين وقومه قريش مع انهم كانوا كفار لكن كانوا يعتبروا الصادق الامين فكانوا بيشيلوا عنده الامانات يعني زي ما كانش فيه بنوك زمان فكان الناس تشيل الحاجات الغالية بتاعتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يحفظهم عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة الى المدينة هو الهجرة بتاعته كانت سرا يعني ما كانتش جهرا ما كانتش معلنة فلو كان رجع الامانات للناس قبل ما يهاجر كان هيتعرف انه ناوي هاجر فكانوا يطلعوا يقتلوا فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم انه يترك عليه ابن ابي طالب في مكة عشان يعيد الامانات الى اهله فالرسول عليه الصلاة والسلام هاجر سرا وطرك عليه ابن ابي طالب السبب الرئيسي في تركه وانه بيرجع الامانات بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام خلاص يتعرف النبي هاجر سرا وفلت منهم يبقى سيدنا عليم الطالب يرجع لكل واحد الأمانة بتاعته القرآن الكريم حط أساس لمسألة الأمانات ذكرت أكثر من مرة في أكثر من آية مسألة الاهتمام بإعادة الأمانات مثلا من ضمن الآيات ربنا سبحانه وتعالى بيأمر المؤمنين ويقول وأدوا الأمانات إلى أهلها أيضا ربنا بيصف المؤمنين بقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يعني من صفات المؤمنين هما يعيدوا الأمانات إلى أهلها ويراعوا العهد اللي بيعهدوا للناس أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه يعني لو الإنسان لم يؤدي الأمانة بتاعته يلا ما بيتقيش ربنا يعني من تقوى الله الإنسان يؤدي الأمانة بتاعته ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسولة وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يعني ربط خيانة الله والرسول بخيانة الأمانة شوف دال أهمية مسألة الأمانة في الإسلام بل إن الإسلام جعل من مقاصد الشريعة حفظ المال لذلك حرمت السرقة لحفظ المال حرم قطع الطريق لحفظ المال بل قطع الطريق خاصة يعني يعتبر هو عليه أقسى نوع من أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا دلهم بيرتكبوا جريمة اسمها جريمة الحرابة يعني بيطلعوا يقطعوا الطريق على القوافل يروعوا الناس يقتلوا الناس اللي فيها يسرأوا الأموال إيه بقى جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم يعني إيه على قدر الأذى اللي هم سببوه بتيجي العقوبة والله هم إرهابيين فروعوا الناس أرهبوهم وقتلوهم وسرؤوهم هنا بيجي أقصى حاجة بيقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم لكن لو كانوا مثلا روعوا لكن لم يقتلوا أو مثلا لم يقتلوا ولكن سرقوا بتيجي العقوبة بقدر الأذى اللي هم سببوه ربنا سبحانه وتعالى بيقول السارقوا والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ودي من الشبهات على فكرة حول الإسلام هي مسألة العقوبات الشديدة جدا من ضمنها قطع هذه السارقة لكن هي فعلا رقوبة شديدة ولكنها تردع أنت إذا قطعت يد واحدة تنقذ بعد كده عشرات الألاف من الأسر من أنها تسرق هل معقول بعد كل ده وبعد كل هذه التشريعات التي تحرم السارقة وتحرم قطع الطريق أن نسول العصر السلام ياخد الصحابة ويطلع يأطعبهم من طريق يعني هو هينهى المسلمين عن حاجة ويعملها هو والمسلمين أمر طبعا غريب جدا لكن المفاجأة فعلا في السيرة النبوية ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة وقطعوا الطريق على بعض القوافل عدة مرات وهنذكر دلوقتي المرات دي أنا بس اللي بيدهيقني بقى هو الحالة الاعتذارية بقى يعني لما يجي المسلمين يتكلموا عن هذا الأمر يبرروا بمبررات اعتذارية شوية وكان إحنا بنعتذر عن الموضوع يقول لك والله أصل دي مش أموال قريش دي أموال المسلمين دي المسلمين طالعين ياخدوا فلوسهم اللي تركوهم وهم لما هجروا من مكة سرا استولد قريش على أموالهم فهم طالعين ياخدوا فلوسهم طيب إيه الدليل على ذلك يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مثلا لو وقت في إيديه قافلة من هذه القوافل كان خد حق المسلمين وراح رجع الباقي ما فيش دليل حتى على ذلك بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن عير قريش قال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليهم لعل الله ينفلكموها يعني دي يا جماعة قافلة قريش فيها أموال قريش أخرجوا يمكن ربنا يوقعها في أدينا وتصبح نوافل لنا يعني إيه نافلة يعني تصبح غنائم لنا ما قالش إنه هو هيرجع الباقي الله طب إزاي إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج ياخد فلوس ناس تانية هنا بقى نحن على مسألة عايزين نفهمها إيه الفرق بين اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عملوا في مكة قبل الهجرة واللي عملوا بعد الهجرة قبل الهجرة ما كانش المسلمين في حالة حرب مع قريش فبالتالي كانت أموال قريش حرام عليهم بالتالي هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام بإعلان الحرب على قريش صدر الإذن من الله بإعلان الحرب على قريش أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يبقى إذن صدر إذن بإن الآن يستطيع اللي كانوا بيقاتلوا ومش مسموح لهم بإنهما يقاتلوا مسموح لهم أنهما يعلنوا القتال ويعلنوا الحرب إذن أصبح المسلمين في حالة حرب في حالة الحرب بتحل بعض الأشياء المحرمة زي إيه القتل القتل من أكبر الجرائم في الشريعة الإسلامية بل الإنسان لما يقتل نفس واحدة وكأنه قتل الناس جميعا وبرضه إذا أنقذ حياة أكنه أنقذ الناس جميعا ولكن القتل يحل في الحرب أيضا المال الأموال تحل لا تصبح محرمة في حالة الحرب حتى في الوقت الحالي نجد أنه في القانون الدولي لما بيحصل عداء بين بعض الدول وبعضها يجوز لهذه الدول أنها تبدأ تجمد الأرصدة بتاعت الدول المعادية عندها وإذا بدأت الحرب قد أنها تصادر الأرصدة الله وهو دي سرقة لا أنا مش سرقة هنا في حالة حرب بتحل بعض الأشياء هذه الأموال اللي بيحصل فيها أن بيتقوى العدو بهذه الأموال على حرب الدولة الأخرى فيبدأ أنه يسلح نفسه في الحالة دي الاستلاء على المال هذا يجوز لذلك نجد أن الرسول رسول السلام لما أذن بالقتال وأصبح المسلمين في حالة حرب مع قراش خرج الرسول السلام في عدة غزوات وعدة سرايا حصلت على قوافل الأعداء زي غزوة ودان غزوة الأبواء سريط عبدالله بن جحش سريط عبدالله بن جحش على إحدى القوافل لما أثر واحد مهم جدا اسمه الحاكم بن كيسان جم الأعداء يفاوضوا في استعادة الحاكم بن كيسان وما تكلموش في الفلوس ليه لأن الفلوس الموضوع خلصان معروف من حق المسلمين طالما إحنا في حالة حرب اللي بيقع فلوسه في إيد العدو بتاعه يصبح الفلوس من حقه فلما راحوا يفاوضوا راحوا يفاوضوا في الرجل عشان يستعيدوا الرجل دو المهم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على قافلة قريش قبل غزوة بدر وكان عدد الصحابة اللي معاه 73 من المهاجرين و241 من الأنصار لو الفلوس دي هي فلوس المسلمين اللي تركوها في مكة يبقى المفروض يكون العدد مختلف عن كده المفروض يكون المهاجرين أكتر من الأنصار لكن لا لأن الأنصار أكتر من المهاجرين والمهاجرين عددهم تقريبا أقل من ثلث عدد الأنصار خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن القافلة أفلتت وكانت بقيادة أبو سفيان كانت حوالي أكتر من ألف بعير تحمل كل أموال وخيرات قريش وأفلت أبو سفيان منها بأنه انطلق بها ناحية البحر وهرب وستطع أنه يوصل إلى مكة لو كانت القافلة دي وقعت في إيد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ولا كان يبقى في بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا غزاء إن خلاص كان قريش اتقضى عليها كانت حصل لها عملية تجريد من أموالها فبالتالي لن تستطيع إنها تسلح جيوشها وترسلها إلى مكة أنا عايز أقول الإسلام اهتم جدا بأن المسلمين يتصفوا بخصال كثيرة ومن أهمها الأمانة اقطع حبال الوصل كسر ببان القصر اعلم عدوك بقوتك وقل له إحنا الأصل وحد صفوف الكل هاجم تجاني الشر كسر في ظلمه وشمخته اسرخ وقول أنا حر اشتركوا في القناة